انشغلنا كلنا بالمعارك السياسية ونسينا أن ثورة يناير عندما قامت كانت أول كلمة في شعارها النبيل عيش نسينا أن هناك من لا يجد رغيف العيش ويفكش عنه في تلال القمامة ونحن منشغلون في معركة المايو والخمرة نسينا أن العدالة الاجتماعية غائبة ولا تطرق باب سكان العشوائيات نسينا أن هؤلاء كانوا وقود الثورة التي غيرت وجه مصر لكنها لم تغير واقع الفقراء الذي يسير من سيء لأسوأ يقولون إن ثورة الجياع على الأبواب وأنها ستأتي على الأخضر واليابس ماذا فعلنا لإجهاض هذه الثورة؟ تركنا الفقراء وأخذتنا معارك الدستور ومن هو الرئيس القادم أخذتنا بعيدا بعيدا ونسينا أو تناسينا أن للفقراء نصيب في هذه الثورة وأنه يجب أن تصل إليهم ويتحقق لهم ما خرجوا من أجله وهو العدالة الاجتماعية في الأشهر الماضية خرجت أصوات تحذر من ثورة قادمة يقودها المهمشون والمطحونون والضعفاء الذين استبد بهم اليأس وأغلقت أمامهم أبواب الأمل ثورة لن تبقي ثورة جارفة انتبهوا الفقراء غاضبون انتبهوا الخطر الأكبر ثورة الجياع التي قد تضل طريقها إلينا هذا بيان لعقلاء هذه الأمة اسمحوا لي أقدم لكم ضيوفنا النهاردة أسعد كثيرا بوجودهم معي مجموعة من الأصدقاء ونخبة من العقول المصرية الثائرة وإذا كانوا بيقولوا بقى معلش ثورة ثورة لكن برضو ليبيس فرست والستات أولا مش كده ولا إيه هذا أقول إنها بسمار الشمس المصرية تميزت في جزيرة الأثرياء كان صوتها يصدح عبر الأثير من مونت كارلو إلى كل العالم لم تفقدها رفاهية أوروبا حنينها للبسطاء هي صاحبة عينين كحلهم الحنين للبسطاء والغلابة وقلب ينبض لأوجاع الناس الغلابة هي فريدة الشباشي الكاتبة والقصة أهلا وسهلا أهلا جيكي وأنا سعيدة جدا أننا معاش كمان النهاردة لقاء الأصدقاء بشكرا بس لقاء الأصدقاء هيتحول دلوقتي المناحة ماشي أيضا أسعد بوجود صديق الكتابة بالنسبة إليه موقف والمواقف دائما لها ثمن وضيفنا كاتب لا ينقصه الموقف في كتاباته النارية فهو يكتب بروح الثائر ويحلل بمنطق المفكر ويخوض معاركه بأساليب الفرسان كل صباح يطلق قنبلة في عموده اليومي بجريدة الشروق ينتقد هذا لأنه خطأ ويشجع هذا مش عارفة لأنه خطأ ولا صح ما عادش فيه حد بيع